بسم الله الرحمن الرحيم موضوع مخاضرة اليوم هو الانفينت سيريز والسيريز راح تكون عندنا عدة مخاضرات في هذا المفهوم مخاضرة اليوم راح نعرف الانفينت سيريز راح ندرس كمان طريقة التليسكوبينج سم لإيجاد السم في حالة الكونفيرج وراح يكون في عندنا عدة اختبارات لهاي السيريز هل هي كونفيرج أو دايفيرج في عدة مخاضرات فراح تكون بداية اللي هي محاضرة اليوم نتعرف على الانفينت سيريز وطريقة التليسكوبينج سم طيب بداية الآن راح نتعرف ما معنى انفينت سيريز لأن انفينت سيريز هي أي تعبير بدأت نكتب بهذه الصورة هي عبارة عن سمميشن هاي إشارة المجموع في عندنا الآن نقطة البداية ونقطة النهاية انفينت عشان هيك هنسميناها انفينت سيريز لو كانت نقطة النهاية خمسة ستة عشرة أن بتكون فاينايت سيريز لكن انفينت هو مجموع ما لنهاية من الاعداد لأن هاي راح يعطيني لحض عوض واحد راح يعطيني يو ون عوض الحد البعدي راح عوض انتجر من واحد لانفينت انتجر عوض الحد البعدي راح يعطيني زائد يو اثنين زائد يو ثلاثة زائد يو أربعة زائد زائد يو كي زائد زائد للانفينت سيريز الآن مجموع هاي الأرقام من واحد لانفينت سيريز طبعا الآن العداد يمشي على انتجر مجموع هاي الأرقام من واحد لانفينت سيريز نحن نسمينا انفينت سيريز الآن لما نعوض واحد بعطيني الحد الأول بالسيريز بنسميه تيرم الحد الأول بالسيريز زائد عوض الآن اثنين بعطيني الحد الثاني هذا بنسميه تيرم حد الثاني عوض ثلاث بعطيني الحد الثالث معناته الانفينت سيريز هي مجموعة مجموع أعداد من حد معين لعندي الانفينيتي فلما تكون عندك مجموع معين حددنا من 1 ل 100 نقول عنها فاينايت سيريز انفينيتي هي مجموع ما لا نهاية من الأعداد عشان هيك احنا سميناها انفينيتي سيريز طبعا كل حد من هاي الحدود نسميه اللي هو تيرم بالنسبة لهاي السيريز لأن هاي السيريز الموجودة عندي ممكن يكون لها مجموع وممكن ما يكون شيء لها مجموع عشان هيك الان راح نتعرف على مصطلح بالنسبة ل الانفينيتي سيريز الانفينيتي سيريز طيب الان راح نشوف اللي هو المجموعات هل هو موجود دائما اللي هو قيمة وشو مفهومه طيب عندي الان من واحد الحد الاول لالانفينيتي فعندي الحدود سيريز يواحد زائد يو اثنين زائد يو ثلاث زائد انا بجمع لالانفينيتي الان راح اشكل سيكونز بالطريقة التالية خذ الان اس واحد هو اول حد اس اثنين هو مجموع اول حدين جمعنا اول حدين وسميناها اس اثنين طيب لما نتكلم عن اس ثلاث هي مجموع اول ثلاث حدود يو واحد زائد يو اثنين زائد يو ثلاث الاس اربعة مجموع اول اربع حدود طيب الاس ان هي مجموع من الحد الاول زائد الحد الثاني يعني من اول حد اخر حد راح اكون هو ان فالاس ان هو المجموع من واحد للان بنقع بشكل سيكونز اس واحد اس اثنين اس ثلاث لعند الاس ان مجموع ان من الحدود لحظة لان بدي مجموع ما لنهاية من الحدود معنى الان هاي بدي او اديها لوين للانفينيتي كسيكونز لان بدي من واحد للانفينيتي وبالتالي اذا كانت هاي السيكونز كونفيرج راح تقترب من عدد راح يكون هذا المجموع له قيمة لكن اذا كانت هاي السيكونز ضايفيرج راح يكون هذا المجموع منهوش قيمة بمعنى اذا كانت الان الليمت لما الان بتروح للانفينيتي للاس ان موجودة وقيمتها في هاي الحالة نقول عنها وقيمتها هي نفس قيمة معناته إذا كانت موجودة نقول عن وقيمتها راح تكون نفس قيمة يعني هي صارت لأنها عندنا الأس أن إذا كانت اللمت لما الآن بتروح للإنفينيتي موجودة وقيمتها أس في هاي الحالة نقول عن السيريز وقيمتها أس يعني فيه صم هذا قيمة الصم اللي هو قيمة اللمت للأس أن طب لو كانت هاي اللمت مش موجودة نقول عن السيريز وفي هاي الحالة ما بكونش إلها صم معناة شو اللي عملناها إحنا شكلنا سيكوانس هي نفس اليوان أس اثنين مجموعة أول حدين أس ثري مجموعة أول حدود الأس أن هي مجموعة من الحد الأول لعندي الأن بعدين نقولن هاي سيكوانس حتى تكون هاي كونفيرج لازم تكون اللمت موجودة فإذا حسبنا اللمت وكانت اللمت موجودة نقول عن السيريز كونفيرجنت وقيمتها نفس قيمة اللمت إذا كانت اللمت مش موجودة نقول عن هاي السيريز الانفينيس سيريز دايفيرجنت وما لها صم بمعنى نعيد المصطلحات التالية أولا أس أن هو رح نكون مجموعة من الحد الأول لعندي الأن يعني من بداية أول حد لعندي الأن هذا الأس أن اللي أنا أوجدته هذا اللي أنا رح نسميه أن بارشار صم هو مجموعة إلى يعني من الحد الأول لعندي الأن نسمي أنف بارشار صم أوف دا سيريز السيكونز اللي أنا شكلتها لأس واحد أس اثنين أس ثلاث وهكذا هاي السيكونز منسميها سيكونز أوف بارشار صم تحتوي على البارشار صم لاحظ أس واحد أول حد أس اثنين مجموع أول حدين أس ثلاثة مجموع أول ثلاث حدود الأس أن مجموع من الحد الأول لعندي الأن معناته الأس أن هي البارشار صم هاي السيكونز هي سيكونز أوف بارشار صم معناته إذا كانت هاي السيكونز كونفيرج. بنعرف لها شو معنات كونفيرج يعني الليمت موجودة وقيمتها اس. وحتى نعرف ان سيكونس كونفيرج او راح نغض نحسب الليمت للس ان. قاعدة السيكونس. اذا كانت موجودة وقيمتها اس معناته هاي سيريز. نقول عنها كونفيرج. وقيمة الصم هي نفسها قيمة الليمت. فنقول انه هاي السيريز الها صم. وهو اس. وهو نفسه قيمة الليمت. فنقول انه هاي السيريز قيمتها اس. مجموعها اس. اس هي الليمت لها الان بارشال صم. وقلنا في حالة اذا كانت الليمت مش موجودة. دايفيرج. اللي سيكونس او بارشال صم. هاي السيكونس مش دايفيرج. يعني الليمت دز ناط اجزيز مش موجودة. كل هاي نفس المعنى. السيكونس دايفيرج. الليمت مش موجودة. في هاي الحالة. هاي السيريز. الانفينيس سيريز. نظر عنها دايفيرج. ما فيش عندنا هاز نو صم. معناته اذا كانت السيكونس وبارشال صم كونفيرج الليمت موجودة للبارشال صم. نقر عن السيريز كونفيرج. واذا كانت مش موجودة منقر عن السيريز دايفيرج وما لهاش صم. الان راح نطبق على التعريف مباشرة. فعندي الان سيريز انفينيس سيريز من واحد للانفينيتي. نريد معرفة هاي السيريز هل هي كونفيرج او دايفيرج. يعني اذا كانت كونفيرج طبعا الها صم واذا كانت دايفيرج هاز نو صم. الان منا نشوف هاي السيريز هل هي كونفيرج او دايفيرج. اولا هاي السيريز هي انفينيس سيريز. اول حد فيها. لاحظ عوض كي واحد. يعطيني واحد. عوض كي اثنين. رح يعطيني سالب واحد قوة ثلاث سالب. عوض كي بتساوي ثلاث. رح يعطيني واحد. ماتوا هاي مجرد عبارة عن واحد زائد ناقص واحد زائد واحد زائد ناقص واحد وهكذا. حد موجب حد سالب نفس القيمة. الان رح ندرس اختبارات. وهي السيريز رح يكون من السهل معرفة انها كونفيرج او دايفيرج باستخدام الاختبارات فيما بعد. لكن الان رح نتدرب على التعريف فرح اطبق عليها التعريف مباشرة. حتى نقدر نحكم ان هاي السيريز كونفيرج او دايفيرد. ونوجد الصم. رح نستخدم سيكونس اوف بارشار صم. وبالتالي سيكونس اوف بارشار صم رح اكون تشكيلها. كل الاس اول حد. الاس اثنين مجموع اول حدين. الاس ثلاث مجموع الثناث حدود. والاس اربعة وهكذا. وظلك ماشي. نلاحظة ان شكلت سيكونس. الحد الاول فيها واحد. بعدين صفر. بعدين واحد. بعدين صفر. وهكذا. لان لو ظللها ماشية لانفريتي راح اكون فقط حدودها واحد صفر واحد صفر. وبالتالي انا شكلت سيكونس. هاي السيكونس اللي هي اوف بارشار صم هي واحد 01010 وهي السيكونس. واضح انها دايفيرج. اذا كان السيكونس اوف بارشار صم دايفيرت. هذا يعني انه سيريز راح تكون دايفيرج. معناته. هذا يعني إنه طيب ما معنى شو الصم على إذا كانت نقول هازه نو صم في حالة ما إلها صم ألا هون طبقت التعريف فيما بعد رح نتعلم اختبارات وممكن هذا السؤال نحله باختبار أسهل من طريقة التعريف ألا نشوف المثال التالي وهو التطبيق على التعريف ألا في عندنا هاي السيريز تبلش من زين لإنفينيتي لكن القاعدة مش معطيني إياها بشكل عام لكن معطيني معلومات عن سيكونز أو بارشل صم معطيني الأن بارشل صم بالنسبة لهاي السيكونز وطالب مني معلومات عن السيريز بقول له هاي السيريز كومفيرج أو دايفيرت وإذا كانت كومفيرج إلها الصم ولا مالهاش بهاي الحالة بنعرف إحنا الإنفينيتي سيريز إذا قدرنا نحصل الان بارشل صم أو السيكونز أو بارشل صم بنقدر نحسب قيمة المجموع في حالة الكونفيرج أو بنقدر نعرف إنها دايفيرج وما إلها مجموع مجرد نحسب الليمت لالان بارشل صم أو بنشوف إنه هاي السيكونز و بارشل صم هل هي كومفيرج أو دايفيرج معنات مجرد إنه هاي السيريز راح تكون هي لمت إذا كانت موجودة لاحظ ما أعطينا معلومات عن الان بارشل صم هذا الآن مجرد حساب الليمت لاحظ الليمت راح تعطيني إنفينيتي إذا كانت إنفينيتي معناته هذا المجموع هذا الصم ما في قيمة لهذا المجموع وبالتالي إذا كانت الليمت مش موجودة ننقر عن السيريز دايفيرجنت وما بيكون إلها مجموع معنات هاي السيريز دايفيرجنت وما إلها مجموع المجموع مش موجود طيب الآن نشوف المثال التالي نتعلم بعض الأمور أولا عندي سيريز هذه السيريز إنفينيتي سيريز تبلش من 1 للإنفينيتي أول حد فيها منعوض الان 1 هي 1 على 2 عوض الان 2 و1 على 2 تربية عوض 3 و1 على 2 3 طبعا زائد 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 وظلك ماشي للإنفينيتي هي إنفينيتي سيريز لأننا نلاحظ هاي الأن مجرد رمز هو عبارة عن عدات فبتالي بقدر أحط باللآن K ما بفرق معي واحد على اثنين زائد واحد على اثنين تربية بقدر أحط I بقدر أحط أي رمز فهذه الآن مجرد عدات مش لازم دائما تكون K لا هي مجرد عدات بعد من واحد للإنفينيتي وبعوض داخل هاي القيمة اللي قيمة هذا العدات الآن ما أعطيني السيريز وفي نفس الوقت ما أعطيني الباشر الصم إلها اللي هو الاسأن نفس المبدأت نتبهن الاسأن يعني المقصود فيه المجموع من أول حد للحد أن وبالتالي الاسأن هي I عدات حطيت عداد I من واحد لعند الان مجرد عدات لاحظة الآن هذا مجرد عداد عشان ما تخربطنا الرموز لا مجرد عدات من واحد لعند الان لاحظ عوض I واحد هنا حطيتها واحد على اثنين قوة I عوض I واحد بعطيني نص عوض I اثنين بعطيني واحد على اثنين تربية عوض آخر حد رح عوض N فهي الآن المقصود فيها المجموع من عند أول حد لآخر حد وهذا مجرد عدات فهي الاسأن المقصود آخر حد بالمجموع هو N اللي أنا معطيك يا جاهز قيمة طبعا هاي زائد هاي زائد هاي كاتب لكيها بالصيغة النهائية اللي رح نغض طريقة نحن نحاول نطلع بالصيغة النهائية عشان نقدر نحسب له اللمت ما اللي أنا معطيني الاسأن كبار شرصم جاهز قيمته النهائية ومعطيني السيريز بغول لي أوجد المجموع طبعا إذا كانت كونفيرج فيه لها مجموع وإذا كانت دايفيرج ما لها مجموع الآن هون بنحل قاعدين نحن على التعريف الأساسي لكن فيما بعد هاي السيريز بقدر أحسب لها المجموع وإلها اسم بدون ما نلجأ للتعريف أو بدون ما نحتاج للبار شرصم لكن افرض لان أن أعطانا السيريز وعطانا البار شرصم بغولنا أوجد المجموع ما علينا غير نتبع التعريف أنه مجموع هاي السيريز هو الليمت ل البار شرصم فإذا كانت السيكوز وبر شرصم كونفيرج أو الليمت موجودة هذا يعني أنه هاي السيريز لها مجموعة وهي قيمة الليمت معناة الحل بسيط مجرد أني بدأ أكون عارف التعريف أنه هاي الانفينت سيريز هي الليمت عندما قام بتروح للانفينت طبعا البار شرصم نحظ هنا عطيت عداد من آي بالسيري واحد لعند الان لا الاس ان في هاي الحالة إذا كانت الليمت موجودة بتكون كونفيرج وهي قيمة الصم طب خذ الليمت لمت عادي طبعا هذا الآن مننا المجموع لازم تكون إليه قيمة السهلة إن يحسبوا لها الليمت وهذه القيمة تبعتها جاهزة معطيني إياها بالسؤال لأن الليمت عندما أمتروح للانفينتي لهذا المقدار طبعا هذا ناتج البار شرصم الليمت للواحد واحد والليмت للواحد اللي هي نص قوة ان تتذكروا نص قوة ان الليمت عند الانفينتي لرسناها كقاعدة نص قوة ان بما أن نص محصورة بين السالب واحد والواحد كقيمة هذا يعني المت إلها ز numero وبالتالي الناتج 5 معطو المت للبار شرصم بتساوي 1 هذا يعني إنه sequence والبار شرصم كونفيرج وهذا يعني إنه series converge وإلها قيمة معنى الواحد هو قيمة الصم معنى هاي series converge وقيمتها واحد كمجموع طيب في هذا المثال الآن ما أعطيني معطيات المجموع من واحد لعند الآن ما أعطيني قاعدته لا series مش ما أعطيني له حدودها ما أعطيني القاعدة إن الصميش من واحد للآن كقاعدة اثنين ناقص واحد على أن فبقدر أحسب مثلا الصميشة من واحد لخمسة نين ناقص واحد على خمسة المجموع من واحد لمية نين ناقص واحد على مية وهكذا الس series مش ما أعطيني شو قاعدة هل أكن ما أعطيني المجموع من واحد للآن شو قاعدته له أن بارشة صام لأم أقولي في المطوب الأول لحسب لي يومية بدل حد يومية شو قيمته مش مجموع من واحد لمية بده الحد يومية وبعدها بده لو نجمعنا من واحد لإنفينيتي شو قيمة المجموع طيب نجيب البداية إلى يومية كيف نحسب رقم واحد بنحسب الآن يومية الحد يومية طيب نلاحظ أنه هاي السيكوانس هاي السيريز شو معنات مجموع من واحد لمية عندك مجموع واحد لمية بقدر أحسب هاي تعني يو واحد زاد يو اثنين زاد زاد يو تسعة وتسعين زاد يومية هذا الآن لو عوضنا هون مية بقدر أحسبه كمجموع بس هذا المجموع الآن ما بديه أنا بدي الحد يومية وبالتالي بطرح منه يو واحد زاد يو اثنين زاد إلى زاد يو تسعة وتسعين إذا طرحت المجموع هاد من المجموع هاد بكونني حصلت اليومية كحد مجموع هذا المقدار ناقص مجموع هذا المقدار بعطيني يومية بس هذا المقدار كمجموع هو عبارة عن الصميشن من كي بتساوينا واحد لعند المية لليو كي ناقص هذا المجموع الآن هو الصميشن من كي بتساوي واحد للتسعة وتسعين لليو كي هذا شو راح يعطيني راح يعطيني الحد يومية طب هذا كيف نحسبه ما علينا غيرنا نشيل الآن بالطرفين نعوض محلها مية وهون نشيل ونحط تسعة وتسعين معنا تصار عندنا مجرد أني بدي أشيل الآن العدد وعوض محله عوض تشيل الآن راح يعطيني الآن هذا المقدار قيمته 2 ناقص واحد على مية ناقص هذا المقدار 2 ناقص واحد على تسعة وتسعين هذا هو عبارة عن يومية معنا بشكل عام يومية يساوي ناقص واحد على مية ناقص اثنين راحة ناقص دخله وصير عندي زائد واحد على تسعة وتسين واحد مقامات أضرب هاي في هاي كمقام وراح أصير عندنا ناقص اثنين زائد مية واحد هذا هي عبارة عن اليومية معنى أني استفدت من أني بقدر أوجد قيمة أي مجموع لأنه معطيني قاعدة المجموع من 1 لعند الان هي اثنين ناقص واحد على أن وبالتالي المجموع من واحد لمية بقدر أحسبه مجموع من واحد لسعة وتسين بقدر أحسبه حاصل طرحا هو بعطيني الحد يومية وبالتالي ما علي غير عوضت محل الان مية عوضت هون محل الان اللي هي تسعة وتسعين طرحت أن أعطاني الحد يومية الآن جزء الثاني من السؤال بدي يحسب الصميش من واحد للإنفينيتي إلى مجموعة من واحد للإنفينيتي رح تكون هو المت للباشر صم وبالتالي مجرد رح نحسب المت لهذا المقدار إذا كانت المت موجود رح تكون هي مقدار الصميش من واحد للإنفينيتي خذ المت اللمت لما الآن تروح للإنفينيتي من كي ساعة واحد للإن للباشر صم هاي رح يعطيني اللمت للباشر صم ما يعطيني قيمته وبالتالي إثنين بعد قيمة المجموعة 1 لإنفينيتي إثنين نقر عنها كونفيرج للإثنين أو قيمة المجموعة للإنفينيتي سيريز الآن في عندي نوعين من السيريز شكلين من أشكال السيريز نقدر نحسب المجموع لهم في حالة الكونفيرج نقدر نطلع المجموع لأن في هذه المادة راح ندرس اختبارات كثيرة كل الاختبارات راح تعطيني فقط الصفة كونفيرج أو دايفيرج للإنفينيس سيريز بدون قيمة المجموع لكن في هذه المادة في عندي الآن شكلين وفي عندنا فيما بعد راح نتعلم طريقة كيف نوجد المجموع أو شكل آخر الشكلين الآن في البداية هنا جيمتريك سيريز هي شكل وهي نوع من أنواع السيريز اللي في حالة الكونفيرج منقدر نحسب المجموع الشكل الثاني اللي نروح أكون موضوعنا الآن التليسكوبينغ سيريز التليسكوبينغ سيريز هي سيريز إنفينيت سيريز لها شكل معين في حالة الكونفيرج منقدر نطلع قيمة المجموع الآن راح أكون موضوعنا على التليسكوبينغ سيريز باختصار التليسكوبينغ سيريز هي أي سيريز راح تحتوي على حدود موجب وحدود سالبة يروح مع بعض وبالتالي لما نيجي نحسب المجموع البارشة الصم نحسب البارشة الصم بالبداية ونحسب الليمت وبالتالي لما نحسب البارشة الصم بصير في عندنا حدود راح تعمل cancel ما بعضها البعض وبالتالي لحظة لعندنا حدود معينة منقدر نحسب الليمت إلها بسهولة نشوف هذا الكلام من خلال هذا المثال لو شفنا هذا المثال هاي سيريز هاي الآن بالسائل واحد للإنفينيتي لو عوضنا بعد الحدود راح تكون موجب وبعضها سالب ومتشابهة نعمل عملية cancel هاي إنفينيتي سيريز الآن لو ننطبق عليها التعريف ونحسب هل هي converge أو diverge ونحسب قيمة المجموع في حالة الكونفيرج راح نوجد البارشة الصم لحظ البارشة الصم في هاي السيريز هو من آي بتساوي واحد لآخر حد وهو أن الآن خذ الآي بتساوي واحد هاي الآي بتساوي واحد وعوض شو راح يعطيني واحد على واحد ناقص نص خذ الآي بتساوي اثنين وعوض الحد الثاني راح يعطيني واحد على اثنين ناقص واحد على ثلث زاد وهكذا إلى آخر حد اللي هو آي بتساوي الآن هذا البارشة الصم هذا اللي احنا كنا نسميه SN لو لاحظنا على الحدود في عندنا الآن سالب وفي عندنا موجب لاحظ عملنا cancel وفي عندي هاي راح تcancel مع الثلث اللي هون وهكذا فمنلاحظوا أنه كثير من الحدود راح نعمل عملية cancel إلها فلو ماشينا بنفس السيناريو لح يلاحظ أنه الناقص نص راح تروح مع النص الناقص ثلث راح يروح مع ثلث راح يروح مع الناقص ربع وهكذا الواحد على الان راح يروح مع الناقص واحد على الان فهي السيزة ما نحسبها ما راح يظل منها غير رقم واحد وراح يظل عندنا آخر حد طبعا هذا الباش هالصم وبالتالي هاي الحدود صار فيها cancel وبالتالي لاحظ الأسئن الأسئن صارت مقدار معين نقدر نحسب لها الليمت وبالتالي المقصود بالتليسكوبينغ سيريز هي أي سيريز يكون فيها أشياء متشابهة سالب وموجب نعمل cancel إلها وبالتالي لما نطلع الأسئن بيكون عندنا حدود معينة نقدر نطلع نحسب لها الليمت وبالتالي هاي مجموعة هاي السيريز راح يكون عندنا واحد هذا مبدأ التليسكوبينغ سيريز أحيانا بتكون السيريز بالصورة القياسية يعني واضحة بس علينا فوق هاي السيريز بيكون في عندنا حد موجب بروح مع حد سالب أحيانا هذا بي cancel اللي بعديه أو بيعمل عملية قفز اللي بعديه أو بتكون اش هاي جاهزة احنا بنحاول نغير شكلها وخاصة باستخدام البارشة إذا كان عندي فقط بسطع مقام راح نستخدم البارشة لفراكشن عشان نجزيها لأكثر من قطعة وبعدين نعمل عمية اختصارات بعدين نطلع الأسان بعدين نحسب الليمت إليه راح يكون هو مقدار الصم فهذا المقصود بالتليسكوبينغ سيريز أو مبدأها أنا بالنسبة لهذا المثال عندنا سيريز وبدو قيمة الصم طبعا آي إنفن السيريز في حالة الكونفيرج لها الصم في حالة الديفيرج ما بيكون لها صم لكن ما بيكون قيمة الصم فهي كونفيرج ومنحسب قيمة المجموع الآن حسنا نتذكر نصفين قارن بين السيريز و سيريز السيريز بنيقدر نحسب لها الصم لحد الآن راح يكون في عنده أشكال بالمادة من ضمنها جيومتريك في حالة الكونفيرج ومن ضمنها التليسكوبينغ الآن هاي السيريز هل هي تليسكوبينغ؟ طيب التليسكوبينغ الصور القياسي إليها غالبا راح يكون عندنا قطع أكثر من قطعة هاي لاحظة الآن هي قطعة واحدة هي بسطعة مقام لو نعوض واحد راح يعطينا بسطعة مقام اللبعديها موجب وهكذا وبالتالي الآن راح نحاول نغير شكلها وخاصة لما نشوف عندك الآن اللي هو بالمقام بولونوميال عن طريق البارشال بقدر أجزئها لأكثر من قطعه وبالتالي غالبا عمية التجزئة بتم باستخدام البارشال في الغالب طبعا ممكن لكي طرق أخرى لكن في الغالب نستخدم البارشال طبعا بالبداية راح نستخدم التعريف حتى أوجد المجموعة شو يعني التعريف يعني هاي هي مجرد للمت للبارشال لكن حتى أوجد البارشال سننحاول بالبداية نغير شكل قاعدة السيريز ونحاول لقطعتين عن طريق البارشال معناها راح نعمل بالبداية بارشال إفراكشن نتذكر البارشال إفراكشن من برشرة الفراكشن حدث منو إنه تغيير الشكل من قطعة واحدة إلى أكثر من قطعة بالبداية رح نحلل المقام المقام بتحلل N زائد ثلاثة في N زائد أربعة بعدين برشرة الفراكشن بما إنه هي خطي مرفوض القواه 1 رح يكون عندنا A على N زائد ثلاثة والأن زائد أربعة بتساوينا B بعدين من وحد مقامات برشرة الفراكشن زي اللي تعلمنا ومنطلع قيمة A والB وحد مقامات رح يصير عندنا الثلاث تساوي A ضرب N زائد 4 زائد B ضرب N زائد 3 بعدها منختار قيم مناسبة لل N وليتكن السالب 4 عشان نصفر A والسالب 3 عشان نصفر B ونطلع منها قيم A أو B أو نختار أي قيم زي ما تعلمنا البارشة لفراكشن معناته A راح تطلع عندنا 3 طبعا والسالب B بتساوي 3 يعني ال B بتساوي سالب 3 معناته حسبت الآن قيمة ال B قيمة ال B سالب وقيمة ال A موجب وبالتالي ممكن يكون في عندنا بعض الحدود cancel وبالتالي ممكن تساعدنا حتى نوجد ال S ونحسب وهذا هو مبدأ تلسكوبينج سم أو ما يسمى تلسكوبينج سيريز طيب عنا تقول الآن احنا شو اللي عملناه عملناه فقط قاعدة السيريز جزئناها القطعة هاي ناقص القطعة هاي صارت هاي قاعدة السيريز الآن من الباشر سم احنا راح نستخدم التعريف راح نحسب البارشل سم اللي هو ال S ثم نحسب البارشل سم هو السم يشن من A بالساية واحد للأن لقاعدة السيريز بس احنا قاعدة السيريز غيرنا شكلها صار عندنا قطعتين قطعة هاي ناقص القطعة هاي بدل ما تكون بسطعة مقام صارت قطعتين قطعة موجب وقطعة سالبة عشان هيك شكلها يوحي إنها راح يصير عندنا اختصارات وتكون على مبدأ التلسكومينج طيب نعمل الآن نحلل ال S نفقه من واحد لعند ال N كيف نفقه نحن عادي لما نبلش من أول حد ننتبه الآن ننتبه على أول حد لو كان اثنين راح أعوض اثنين عندي أول حد واحد وبالتالي بشيل A بتساوي واحد وبعوضها عوض واحد ثلاثة على واحد زائد ثلاثة يعني ثلاثة على أربعة ناقص ثلاثة على واحد زائد أربعة يعني ثلاثة على خمسة هاي اللي عوضنا أول حد طب لو كانت السيريز مبلش من اثنين راح أعوض I بتساوي اثنين لأحيانا ما بعطيك إياه من واحد أحيانا ما بعطيك إياه من اثنين راح تنتبه الآن لأنه راح يفرق معك الجواب معناته عندنا الآن السيريز مبلش من واحد عوضنا I بتساوي واحد الآن بعدين بعوض I بتساوي البعديه اثنين انتجر واحد بعديه اثنين ثلاثة على سير على خمسة عوض اثنين ثلاثة على ستة طبعا ناقص هذا البعدية البعدية I بتساوي إنا ثلاث عود ثلاث ثلاثة رح تصير عندنا على ستة ناقص ثلاثة على سبعة وهكذا زائد لما نظل ماشين لم يمكن نختار حدود اللي قبلها بحيث إنه صير عندنا أو نظل كاملين لآخر حد موجود عندي طبعا نلاحظ هنا نلاحظ الآن في عندنا الحد زائد هذا الحد اللي هو عوضنا طبعا هاي I زائد ثلاثة معناته شو عوضنا هون I بتساوي اللي هو N ناقص اثنين ناحظ عوض N ناقص اثنين شو بصير عندنا هون N ناقص اثنين زائد ثلاثة تعطينا N زائد واحد N ناقص اثنين زائد اربعة تعطينا N زائد اثنين الحد البعدي N ناقص اثنين شو بصير هي N ناقص واحد عوض N ناقص واحد بعطيني N زائد 2 عوض N ناقص 1 محل الآي بصير عندنا N زائد آخر حد الآي شو بتكون قيمته N عوض N رح يعطيني N زائد 3 وعوض بالمقام N رح يعطيني N زائد 4 وبالتالي قيمتي الآي اللي هي العدات تبلش من أول حد 1 بعدين 2, 3, 4 الحد الأخير N الحد القبليه بقدر أختارها N ناقص 1 الحد القبليه N ناقص 2 طيب كم حد أطلع نحن نطلع حدود بس عشان نشوف السيناريو اللي رح يقنصل في الأعداد عشان نقدر نعقم يعني لو طلعنا N وأن ناقص 1 قبليه وأن ناقص 2 وهكذا طيب نشوف السيناريو اللي ماشي فيه هاي الحدود بنلاحظوا أنه هاي ناقص 3 على 5 في حد إجباري يطلع موجب بداية هذا القبس إنه 3 على 5 فلاحظ ناقص 3 على 5 راحت مع الثلاث على خمسة الآن هون ظهر عندي سالب 3 على 6 جباري يظهرهم 3 على 6 3 على 6 تروح مع ناقص 3 على 6 ناقص 3 على 7 إجباري تروح مع بداية هذا القبس معنا تمنلاحظ أنه نهاية هذا القبس راحت مع بداية هذا القبس نهاية هذا القبس راحت مع بداية القبس وهكذا فراح يشطى بنقوله نلاحظ الآن هذا ناقص اللي هو 3 على 1 زائد 1 راحت مع اللي هو اللي قبليه ناقص 3 على 2 راحت مع البعدية فكل نهاية قبس راح تروح مع بداية القبس هاي نهاية قبس راحت مع بداية الغوز الموجود عندي وبالتالي كل الحدو راح تشطب راح يظل عندي فقط أول حد أول حد لأنه هو نهاية الغوز بروح مع أول حد أول حد ما راح يروح والحد اللي ظل الأخير لأنها خلصت الآن خلصنا معناته الحد الأول والحد الأخير في هاي السيريز ما نشطه بدنش والباقيات نهاية الغوز بروح مع بداية الغوز نهاية الغوز راح مع بداية الغوز نهاية القوس راح مع بداية القوس نهاية القوس راح مع بداية القوس وهكذا طبعا هذا نهاية القوس مع بدايته وهذا نهايته مع بدايته وهذا نهايته راح مع بداية القوس القبلي معناته الأسأن صارت فقط هي مجرد القيمة الأولى ناقص آخر حد هذا المقصود بالتليسكوفين في عندنا حدود راح يعمل عملية وظل عندنا حدود معينة للأسأن معنات مجرد إحنا بسطناها بدل ما تكون قطعة واحدة عشان نقدر نحسب الأسأن ونبسطه على هذه الصورة الآن بعدها رح نحسب فقط مجرد نحسب اللمت للأسأن خذ اللمت للأسأن أنا صارت عملي سهلة صار عندي حدين فقط هاي اللمت الهزير بطل عندنا ثلاثة على أربعة بما أنه اللمت للباشر ثلاثة على أربعة هذا يعني أنه السيريز وقيمة السيريز المجموعة لهذه السيريز ثلاثة على أربعة معناته الفكرة أنه هاي السيريز كانت قطعة واحدة وهي تلسكوبينج سيريز بس مش على الصورة القياسية عملنا لها بارشال إفراكشن جزأناها طلعنا الأسأن حسبنا اللمت معناته هي وهاي قيمة الصم فمجموعة طيب نشوف المثال التالي الآن بده قيمة الصم لا إنفينيت سيريز نقطة البداية من الرقز الآن هي مبلشة من عند أربعة للإنفينيتي نفس المبدأ هاي السيريز مش جيومتريك بعد ما نتعلم الجيومتريك رح نصير نميز كل سيريز هل هي جيومتريك لأنه بده قيمة المجموع ضعيب الآن نشوف التلسكوبينج التلسكوبينج لازم تكون أكثر من قطعة قطعة سالبة وموجب بلغة بعض الآن لو نمجد المجموع ونشوف هي تلسكوبينج ولا لا نحاول نبسطها شو يعني نبسطها؟ يعني بدل ما تكون قطعة واحدة نكتبها على أكثر من قطعة قطعة موجب قطعة سالبة وغالباً بس نشوف عندك عندك القاعدة السيريز تحتوي على بولونوميا اللي بنقدر نحلله فمنقدر نستفيد من لتجزئات اللي هو قاعدة السيريز وبالتالي راح حل عن طريق مبدأ البارشل صم واللمت للبارشل صم لكن بالبداية راح عمل لبارشل صم ليش؟ عشان نغير شكلها ونحولها لأكثر من قطعة وحيانا إذا كان تلسكوبينج راح تكون قطعة موجب بقطعة سالبة مسهل علينا نحل عن طريق استخدام التعريف طيب معنى المبدأ اللي أنا راح حل عليه عن طريق التعريف الليمت الصمميشن للإنفينت سيريز هي الليمت للبارشل صم معنى طب البداية راح حسب البارشل صم بعد ما أغير شكلها نغير شكلها راح نستخدم البارشل فراكشن بنعرف مبدأ البارشل فراكشن هي عملية تحليل المقام حللنا المقام عبارة تربيعية بتتحلل الناقص واحد في الناقص ثلاث هاي بقدر أقسمها لقطعتين اي على الناقص واحد زائد بي على الناقص ثلاث بارشل فراكشن تغيير الشكل من قطعة من بسطعة مقام ونتعلمنا وشفنا شو شروطه إلى أكثر من قطعة الآن نحسب الـ A والـ B عن طريق توحيد المقامات واحد المقامات بيصير عندي هذا البسط عشرة يساوي A مضربة في N ناقص ثلاث زائد B مضربة في N ناقص واحد الآن اختار قيم للـ N وليتكون الثلاثة عشان نصفر الـ A والواحد عشان نصفر الـ B وطلع لقيمة الـ A والـ B خذ الـ N بتساوينا واحد لما تقول N بتساوينا واحد بيصير عندي ناقص تو A بتساوي عشرة نقدر نحسب الـ A ناقص خمسة وخذ الـ B الـ N بتساوي ثلاثة نقدر نصفر هاي ونطلع قيمة الـ B بيصير عندنا معادلة 2B بتساوي عشرة معناها تصار عندنا قيمة الـ A ناقص خمسة وقيمة الـ B chمسة معناها مجرد بارشل فراكشن عادي غيرنا شكلها فلاحظ ظهر عندنا قطعة موجب وقطعة سالب اللي عملنا فقط عملنا بارشل فراكشن ممكن يعطيك إيها جاهزة لكن ما أعطاناش إيها جاهزة أعطاني قاعدة السيريس بسطع مقام ما كانتش واضحة لكن لما عملناها بارشل فراكشن حولناها على شكل قطعتين فقط هذا اللي عملته أنا صار عندنا قاعدة السيريس في قطعة موجب وقطعة سالبة ممكن يكون في عندنا تشطيبات ونقدر نحسب البارشل بارشل صم ونحسب الليمت بسهولة فهذا اللي نعملته في البداية مجرد بارشل فراكشن طيب نرجع الآن للتعريف نحسب البارشل صم البارشل صم نعرف هو الصمميشن من آي بتساوي نقطة البداية مهم أربعة ركز نقطة البداية هون أربعة لنقطة النهاية اللي هي أن هذا البارشل صم من عند نقطة البداية لعند الأن بشكل عام نقطة البداية أربعة معناته الآن بدي عوض آي أول حد رح عوضه الآن حتى أطلعه بدي عوض مهم مش واحد بعوض أربعة أربعة عوض أربعة أربعة ناقص ثلاث واحد معناته خمسة على واحد ناقص خمسة أربعة ناقص واحد ثلاث خمسة على واحد ناقص خمسة على ثلاث هاي لما عوضنا آي بتساوي أربعة أول حد بارشل صم رح تكون من أربعة للآن مش من الواحد للان طيب بعد الاربعة انتجر اللي هو خمسة عوض الخمسة بصير عندنا الان خمسة على خمسة ناقص ثلاثة اثنين خمسة ناقص واحد اربعة خمسة على اربعة خمسة على اثنين ناقص خمسة على اربعة البعضية شو بدي عوض بعد الخمسة ستة عوض ستة خمسة ستة ناقص ثلاث شو راح يعطيني ثلاث ستة ناقص واحد راح يعطيني خمسة بمن schizophrenia 5 على 3 45 ناقص 5 على 5 اللي بعدية شو بدأ عوض i شو بتساوي 7 طلحها اللي بعدية شو رأعوض i شو بتساوي 8 وهكذا لمض الماشين بس عشر بنوضحلك هاي الحدود آخر حد رح يكون i بتساوي n شو يعني n يعني 5 على n ناقص 3 و5 على n ناقص 1 5 على n ناقص 3 ناقص 5 على n ناقص 1 هذا آخر حد طيب نيجي نحسب اللي قبليه نحسب أكثر من حد عشان نعرف السيناريو طيب القبل الآن شو بدأ تكون i تساوي n-1 بس عليك تشيل i حط محلها n-1 لاحظ شيل i حط محلها n-1 n-1 ناقص ثلاث صارت n-4 البسط خمسة ناقص بدل i شو بدأ حط n-1 n-1 ناقص واحد صارت n-2 لما تعوض n-1 رح يعطيك هذا المقدار اللي قبل الـ n-1 الحد بكون i بتساوي n-2 شو يعني n-2 شيل i حط محلها n-2 لاحظ n-2 ناقص ثلاثة صارت اللي هي عبارة عن n-5 n-2 ناقص واحد n-3 وهي طبعا البسط ثابت وهي ناقص اللي قبل n-2 i شو بتساوي n-3 عوض n-3 n-3 محل الـ i n-3 n-6 n-3 n-1 n-4 طبعا البسط بكون ثابت معوضني فقط محل الـ i اللي قبل الـ n-3 بسي عندي n بتساوي n-4 كم حد اطلع بمكانك اطلع اخر حد وقبل ايو حدين او ثلاث حدود او اربعة بس عشان نعرف السيناريو فعندنا من اي بتساوي اربعة ضلك ماشي لعند الاي بتساوي n فكيت الـ n طيب الان نشوف السيناريو وين عملية التشطيب بالصير وهذا مبدأ التليسكوب انو في عندي اشياء موجب واشياء سالبة ويظل عندنا بعض الحدود نركز الان بنلاحظ هون عندنا ناقص 5 على 3 هاي الان الحد البعدية فيش ولا واحد راح تروح معه نلاحظ هون الفرق بالمقام اثنين وبالتالي الان ناقص 5 على 3 هاي ما راح تنشطب مع الحد البعدية نحتعمل عملية قفزه راح تترك البعدية وتنشطب مع الخمسة على 3 هاي معناته نهاية القوس هاي تركت البعدية وانشطبت مع بداية القوس الموجودة هون نجعل حد البعدية نهاية القوس نهاية القوس ترك البعدية وانشطب مع مين انشطب مع بداية القوس البعدية ما نعصر عندي نهاية القوس تترك القوس البعدية وبتنشط مع بداية القوس نهاية القوس تركت هذا القوس ونشطبت مع بداية القوس لاحظ الآن خمسة على خمسة نهاية القوس تركت هذا القوس ونشطبت مع البعدية وهكذا فهي لاحظ انشطبت وهاي كمان انشطبت فالآن رح يمشي نفس السيناريو رح يشطب من كل نظور هون الان اللي ما شطبنش اللي هي بداية هاي القوس بداية القوس هاي ما شطبتش وهاي بداية القوس ما شطبتش لان نتعمل عملية قفزة طيب نشوف نهاية الحدود شو عامل نهاية الحدود شو فيه احنا قلنا اي قوس يعني الان لو جينا على هاي هاي نهاية قوس نهاية القوس رح تترك القوس البعدي ورح تنشط بما بداية القوس الموجودة هون هاي بداية قوس رح تنشطب مع بداية القوس اللي هون لاح هاي نهاية قوس انشطب عما اشارتها انشطبت مع مين انشطبت مع البداية وبالتالي هاي رح تنشطب وهاي رح تنشطب وهاي رح تنشطب شو ظل عندنا ظل عندنا هاي نهاية القوس ليش هاي ما رح تنشطب هاي مع مين رح تنشطب هاي رح تنشطب بشي شي ما ظلش شي ماتوا هاي رح تظل عندي هاي نهاية القوس. هاي مش راح تنشطب. كمان راح تظل موجودة عندي. معناة القطع اللي ما نشطبتش هاي القطعة. وهاي القطعة. والقطعة اللي هي خمسة على اثنين. هاي القطعة ما نشطبتش. وكمان عندنا القطعة ما نشطبتش خمسة على واحد. معناة مجرد انا عرفت السيناريو عشان يعرف شو القطع اللي ما نشطبت الموجودة عندي. معناة تصدل عندنا أربع قطع اللي هي خمسة على واحد خمسة على اثنين ناقص خمسة على الناقص اثنين وعندي ناقص خمسة على الناقص واحد هذا هو الاس ان حسبنا الاس ان لاحظ عملية كانسل بس هون فيك كان عندي عملية قفز كل حد بقفز عن البعدية وبروح عن اللي بعدية وهكذا فاحنا مجرد اكتشفنا السيناريو وبعد التشطيبات اكتشفنا شو هي الاس ان الان مجرد اني راح احسب باللمت عشان اطلع اللي هو قيمة الصم خذ اللمت لهذا المقدار راح يعطيني خمسة عثنين طبعا اللي هن الحدود اللي جمعناها مع بعض اللي هن خمسة زائد خمسة على اثنين واللمت لهذا المقدار هو زيرو معناته الناتج اللمت خمسة عش على اثنين معناته اللمت السيريز قيمة اللمت قيمة الصم خمسة عش على اثنين لن في هذا المثال نوجد حساب الصم بحاجة تكون طبعا لو شاهدنا هاي السيريز منلاحظ انه قاعدة السيريز ستكون من قطعتين وراح يكون في عندي حلول سالبة وحلود موجبة وفي اختصارات وبالتالي ممكن نستخدم على مبدأ التليسكوبينج صم أو تليسكوبينج سيريز نحسب اللي هو عن طريق التعريف نطلع وراح تكون عندك قطع بعد الاختصارات وبعدين نحسب اللمت إذا كانت موجودة راح تكون هي قيمة هذا المجموع معنات بالبداية حقيقة راح نحسب الأسأن ونبسطها لاحظ الأسأن البارشل صم والصم من ك بتساوي نقطة البداية من ركز عليها نقطة البداية بالسيكوينز واحد نقطة النهاية أن لقاعدة السيريز اللي هي جاهزة على شكل قطعتين تان انفيرس لا لك زائد واحد ناقص تان انفيرس لا الك نفق أسأن بلش لان خذ ك بتساوي واحد وعوضها شو راح يعطيني أول حد راح يعطيني تان انفيرس لا أول حد عوض واحد واحد زائد واحد تان انفيرس للاثنين ناقص تان انفيرس لا الواحد ما تعوضت محل ك مجرد عوضت واحد الحد البعدي شو بدأ عوض محل ك اثنين شو راح يعطيني تان انفيرس اثنين زائد واحد ثلاث ناقص تان انفيرس لا عوض اثنين اثنين الحد البعدي شو راح يعطيني تان انفيرس عوض الآن الحد البعدي واحد اثنين راح عوض الآن ثلاث ثلاث زائد واحد راح يعطيني اربعة ناقص تان انفيرس لا الثلاث زائد لم يكن انطلع كمان حد على سبيل المثال خذ الآن اربعة راح يعطين تان انفيرس للخمسة ناقص تان انفيرس لا الاربعة بقدر اطلع اكثر من حد عشان نكتشف السيناريو زائد زائد الآن خذ اخر حد ان القبليه ان ناقص واحد القبليه ان ناقص اثنين خذ ان ناقص على سبيل المثال نبلش من اناقص ثلاث الآن عوض محل ناقص ثلاث زائد واحد شو بدي يعطيني هون ان ناقص اثنين ناقص تان انفيرس لا الان ناقص ثلاث هناك هذا المقدار هو ان عوضنا محل ك ان ناقص ثلاث زائد واحد ان ناقص اثنين وهون ان ناقص ثلاثة زائد لن بعد الحد ما نعوض ان ناقص ثلاثة نعوض ان ناقص اثنين شو رح يعطيني عوض ان ناقص اثنين ان ناقص اثنين زائد واحد شو بدي يعطيني ان ناقص واحد ناقص تان ان فيرس لا الان ناقص اثنين معناتً هنا عوضنا n-3 هنا عوضنا n-2 بهذا الحد الحد اللي بعد n-2 لازم تكون n-1 عوض n-1 n-1 معناته هذا الحد عوضنا محلل k n-1 اخر حد راح تكون هو الان تان انفرس عوض الان ان زائد واحد محلل كي ان ناقص تان انفرس لا الان معت عوضت باخر حد محلل كي ان صار عندنا هذا المفكوق طلعنا طبعا عدة حدود عشان نكتشف السيناريو هذا السيناريو كيف راح نشوف الان الاقتصارات عندنا ونشوف الان شو راح اضلا عندنا من الحدود نشوف الان شو فيه عندنا اختصارات عندنا بداية هذا القوس تان انفرس الاثنين ظهرت عندنا القوس البعدي وبنهايته معناته نهاية هذا البداية هذا القوس راحت مع نهاية القوس الثاني الذي يليه طيب بداية هذا القوس بداية القوس راحت مع نهاية القوس بداية القوس راحت مع نهاية القوس نشت بهذا السيناريو طبعنا شو ظن عندنا هون بقي هاي 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 من الحدود الاولى هاي ما نشطبت طيب نشوف بالاخير شو صار احنا قلنا الان بداية القوس بروح مع بداية القوس الاول بروح مع نهايته نهاية اللي بعديه بداية القوس مع نهاية القوس بداية تارد مع نهايته معناته هذا النهاية لا هاي نهاية القوس راحت روح مع بداية القوس هذا هذا بداية القوس راحت مع نهاية القوس اللي بعديه بداية القوس راحت مع نهاية القوس بداية القوس مش راحت روح فيش اشي بعدها معناته هاي القطعة ظلت. تان انبرس للان زائد واحد. هاي القطعة ظلت. هاي طبعا راحت مع اللي هي الان ناقص اثنين. وهكذا. هاي راح تروح مع قطعة قبلها. معناها تصار عندنا اكتشفنا السيناريو انه بداية القوس راح تروح مع نهاية القوس اللي بعدها. بداية مع النهاية. كن راح يشطبن بالالقام البداية هذا راح يظل المقدار. وبالنهاية هذا القوس هذا البداية مش راح تشطب. معتو هاي النهاية مش راح تشطب. وهي البداية مش راح تشطب لانه فيش قوس قبليها وما فيش قوس بعدها معناة الناتج أصبح هو فقط مجرد تان انفرس لا الواحد طبعا فيه إشارة سالب زائد تان انفرس للأن زائد واحد هذا المقدار هو اللي ظهر بالنهاية هذا هو الأسأل هذا هو الأسأل الآن شو بدي أعمل بأنه نغضله نحسب باللمت معناة تخذ اللمت عندما أن تقترب للإنفينيتي للأسأل هاي هي اللمت عندما أن بتروح للإنفينيتي لا لين تان انفرس لا الأن زائد واحد ناقص تان انفرس لمين للواحد ليش؟ لأنه هاي هي قيمة البارشل السم اللي ظهرت عندنا بنعرف الآن اللمت عند الإنفينيتي للتان انفرس راح تعطينا عند الموجب باي على اثنين ناقص تان انفرس للواحد باي على أربعة معنى الظهر عندنا مقدار هذا المقدار بعد التوحيد المقامات أضرب هاي باثنين وهاي باثنين بصير عندنا باي على أربعة شي يعني باي على أربعة؟ يعني كونفيرج السريز كونفيرج وهاي قيمة السريز ذن النتيجة النهائية انه هاي السريز من كي تساية واحد للإنفينيتي لا تان انفرس لا كي زائد واحد ناقص تان انفرس للكي هاي الآن كونفيرج مش كونفيرج كمان إلها صم قيمتها باي على أربعة معنى تستفدنا من كون طبيعة السريز فيها حدود موجب و سالبة تشطيبات مع بعض يقدر تحسب الأسئن يقدر تحسب الليمت إلو يقدر تطلع قيمة هاي السريز في هاي السريز كونفيرج لباي على أربعة هيك من كون وصلنا لنهاية المحاضرة يعطيك العافية